رغم استفادة سكان المنطقة من صغة البناء الريفي سنة 2012 إلى أن تعطلها مشاريع قنوات الصرف الصحي والتهيئة أرقى سكان قرية كحالشكبار ببلدية عين عبيدة نمن بناء الريفي 2012 اليوم كان لا تري سيتي لا زيغو حشك زيغو هكتشوف الزوبيا هكتشوف فيها مكان والوح فرناها وحدنا عطلنا البناء الريفي هذا من 2012 ما يدرون المرافق العمومية ما يدرون حتى حاجة لا زيغوية لا ماء لا قاز لا حتى حاجة زيبيات بيدنا حشك الخماج يمشي علينا تري سيتي يروع علينا نشي بالشمعة القاز مكينش غيابه شبكة الصرف الصحي جعل سكان المنطقة يلتجئون إلى هكذا حلول فضلا عن انعدام الكهرباء رغم الوعود التي قدمتها الجهات المعنية لا تكفل بسكان المنطقة تم اختيارها كأولوية في سنة 2020 تحت إشرف سيد الولي هو عبض هذه السكنات بمختلف القنوات سواء كانت قنوة الصرف الصحي أو المياه الصالحة لشرب ننتظر الإعانات المالية لإن شاء الله مباشرة الأشهال بين متلقة تهميش وسندان لمبالاة عش سكان قرية حل شكبار في ظروف جد مزرية في انتظار تدخل عاجل لسلطات المحلية لإخراج قاطنها من هذه الوضعية